الخلافات بين الولايات المتحدة والنظام التركي بسبب الشراء الأخير لمنظومة S-400 الروسية تحول إلى مقايضة فواشنطن تحاول ليذراع تركيا من خلال تخييرها بين الباتريوت والمنظومة الروسية رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ادعى أن الولايات المتحدة عرضت أن تبيع لتركيا منظومة الدفاع باتريوت مقابل أن تتعهد أنقرة بعدم تشغيل منظومة الدفاع الروسية S-400 وزعم مسؤولان تركيان لوسائل إعلامية أن أنقرة تعكف على تقييم العرض الأمريكي فيما يتعلق بالمنظومة الروسية في المقابل فإن شراء تركيا للمنظومة الروسية صعد الخلاف بين الحليفين في الناتو إذ تقول واشنطن إن المنظومة غير متوافقة مع النظوم الدفاعية للحلف وستلحق الضرر بمقاتلاتها من نوع الشبح النظام التركي وبعد التصعيد في إدلب ومقتل جنوده هناك طلب من واشنطن نشر منظومة باتريوت على حدوده مع سوريا لحمايته لكنه استضم برفض مسؤولين أمريكيين الذين طالبوه بتوضيح موقفه بشأن S-400 في حال أراد إحراز تقدم فيما يتعلق بالعلاقات الأمنية الثنائية ويعتزم النظام التركي تفعيل منظومة S-400 بداية شهر نيسان القادم رغم تحذيرات الولايات المتحدة من أن هذه الخطوة سيتبعها فرض عقوبات أمريكية